فروع النادي الآلي اللي يستحق يكون في كل مكان له فرع والفرع الجديد وفرع التجمع الخامس المبهر الحقيقة يعني مجلس الإدارة النهاردة بالكامل كان فيه زيارة لتفقد فرع التجمع الخامس اللي أنا من وجهة نظري وقناعاتي الشخصية هيكون من أفضل فروع الآن دهاء في مصر مش بس النادي الآلي وده طبعا صورة من الفرع وده الكابتن محمود الخطيب وكان موجود طبعا أعضاء مجلس الإدارة وإن شاء الله الخطة الموضوعة لإفتتاح الفرع ده فرس ممكن يكون على نهاية هذا الشهر وده إضافة طبعا للنادي الآلي وأصول النادي الآلي واسم النادي الآلي اللي بيستحق بالفعل أنه يكون له فرع في كل مكان في جمهورة نصر العربية هي دي أسامة المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن مصطلح الملاءة المالية حتى الناس بتكلمني تقولهم لا إحنا لازم يا جماعة نبقى بنواكب حتى في خطابنا الإعلامي اللي بيعمله النادي الآلي ملاقة مالية أنت عندك مجموعة من الأصول اللي بتحاول تزودها ودي بتفرق جدا في تصنيفك وبتفرق جدا في النظرة لك نادي وأنا بقول أن فكرة نجاح النادي الآلي اجتماعيا مع رياضيا ده شيء صعب جدا كابتن محمود الخطيب كان معني بعدد من الملفات مع عودته ويمكن بدأنا نشوف الملفات تباعا النهاردة كان موجود هو وأغلب أعضاء مجلس الإدارة فرع التجمع إنشاءات زي ما أنت بتتكلم يا أسامة إنشاءات مختلفة طبعا الصورة أعضاء مجلس الإدارة مع كابتن محمود الخطيب أكيد كمان واضح جدا الروح اللي موجودة في مجلس الإدارة يعني مش عايزين بقى نعيد إحنا يمكن ناس كلها شافت صور استقبال كابتن محمود الخطيب ده ناس زعلت أصلا آه طبعا بص هو طبيعي موجودة ممكن يدعو لحزنة عنده ناس زعلت من الابتسامة والفرح اللي موجودة على أعضاء على وجه أعضاء مجلس إدارة النادي الآلي زعلوا من التكاتف اللي موجود ما بين أعضاء مجلس إدارة النادي الآلي زعلوا من حالة الحب اللي موجودة بين أعضاء مجلس إدارة النادي الآلي وتكلمه بشكل سلبي جدا ولكن يعني لن نلتفت لمثل هذه السلبيات عندنا مجلس إدارة يمكن أنا قلتها أكتر من مرة الواحد منه قادر على إدارة مؤسسات كبيرة لأن ده خريج مدرسة النادي الآلي